نحن في ولاية قرب دارفور يوم 23 في شهر المادي حوالي ساعة صباح صباحا تحركت القوات الشعب المصلحة من رئاسة الفرقة إلى مقر قوات المشتركة السودانية التشادية أثناء وصولهم في تلك المنطقة تم حجوم من قبل قوات الدعم السري وبتعاون كل المجموعات المصلحة الميليشيات كم هائل من الميليشيات الموجودة في المنطقة لمقر قوات المشتركة ثم بعد تحركت كل القوات التي كانت حاجمة لمنطقة تحرك إلى مواقع يسكن فيه النازحون في أحياء مختلفة من هذه الجبل تم استهداف مواطنين بصورة كبيرة جدا حتى وصلوا لمناطق التي تواجد القوات التحالف حصل حجوم كبيرة جدا واستطاعوا أن يسدوا هذا الحجوم هذا يوم الأول استمرت تلك المعارك يوم الثاني يوم الثاني أيضا كانت القص منها الحجوم أمانة الحكومة واستيلاهه ثم بعد بيت الوالي أيضا تم سد من قبل قوات الهركات المصلحة ثم بعد يوم الثالث حصل استهداف كبير جدا واستهداف ممنهج لمراكز الإيواء المراكز الإيواء كما معروف يسكن فيه أعداد كبيرة جدا من المواطنين أساسا هم كانت نازحين في مأسكرات بتاعة نوزوه ثم بعد تم استهدافهم لجأوا إلى مراكز بتاعة إيواء لذلك تم استهدافهم استهداف كبيرة جدا في المراكز وتم حرك أكثر من عشر مركز إيواء كبيرة حصل مواجهة كبيرة جدا مع الأطراف الأملية السلمية دفاعا هؤلاء الناس ولكن القوى المطدية كانت قوة كبيرة لأنهما تنادوا من مناطق بعيدة جدا جاءوا في الولاية وكانت هذه العملية كانت مرسوم ومخطط قبل الأحداث مخطط كبيرة مخطط سياسي فيه بوضي استراتيجي لذلك كانت كل المحاولات كانت استلام الأمانة الحكومة والبيت الوالي ولكن لمن ما استطعوا في هذا المكان رجعوا إلى مراكز تحت الهيواء ثم تدمروا تماما وبعدوا أيضا رجعوا في مؤسسات تحت الدولة متمثلة في كل الوزارات ابتداء من وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم قبله قصر الضيافة للحكومة الولاية وزارة المالية كل الوزارات المالية في هذه الولاية تم تدمروا تماما بما في ذلك الوزارة الثروة الحيمانية هذه المؤسسات بتقدم خدمات لكل المواطنين بتقدموا الولاية وبتقدموا دولة أيضا ولكن تم استهدافهم استهداف كبير جدا تم تدميرهم تم نحب كل ما موجود في تلك الوزارات تم نحبه وما تبقى منه تم حرقه تماما كل الوزارات ثم بعد الوضع انتقل إلى سوك سوك جنينة هي سوك معروف سوك كبير جدا مقارنة بكل الأسواق في دارفور لأنه جنينة هي منطقة الوهيدة متضاخمة مع الهدود التشهادية ومنفطة لقرب أفريقيا لذلك اهتمام التجار بولاية قرب دارفور كانت كبيرة لذلك تم استهداف هذه المرة سوك جنينة دمار كبير جدا كل المؤسسات التجارية تم تدميرهم تماما بصورة كبيرة جدا ثم بعد انتقلوا حتى إلى بيوت في الأحياء أيضا نحب كبيرة جدا في البيوت كل الممتلكات المواطنين كل الممتلكات المواطنين من السيارات إلى الأشياء الداخل القرف تم نحبه تماما حتى الدكاكين الأحياء لم يسلم نفسه تم تدميره تماما بعد السحب كل الحاجة أيضا تم حرقه لذلك اليوم اهنا نستطيع نقول ولاية قرب دارفور ولاية منكوبة بمعنى الكلمة اليوم كم حائل من المواطنين ما تبقى منهم يعني ما تبقى منهم هذا الاستشهدوا استشهدوا تجروا هي تجرحوا ما تبقى منهم اليوم عايشين في ظروف قاسية جدا ولها تم تدمير مؤسسات الخدمية كلها بما في ذلك القحربة والمياه لذلك اليوم لا يوجد مياه لا يوجد كحربة وإحنا عارفين المياه في قرب دارفور مرتبط مع الكحربة تم تدمير حتى في بعض العبيار شغالة بالطاقة الشمسية أيضا تم نحب الطاقة الشمسية بكل ملحقاته لذلك اليوم إنسان هذه الولاية عايش في ظروف قاسية جدا ظروف استثنائية لذلك الحاجة الثانية نحن أيضا لدينا كم حائل من الجرحة جرحة من المواطنين أزل نساء أطفال عجزة وكما معروف كل المؤسسات الخدمية بيقدم الخدمة الإلاجية للإنسان هذه الولاية تم تدميرهم بابتداء من المستشفى الكبير المستشفى الجنين المعروف ثم بعده حتى المستوصفات الصغيرة مشكلة وابدت حتى تم تدمير كل السيدليات الممكن الناس يستعين بها في مسائل بتاع إلاج أيضا تم نحبه تماما وتم تدميره لذلك هنا بنرى بعيننا هذا المواطن المصاب اللا حول ولا قوة له عايش في ظروف غاسية جدا جدا ما في إلاج لأنه ما في مستشفى ما في إلاج لأنه ما في ضوى ولكن مع ذلك أنا أهيي من هنا الشباب هذه الولاية الضكاترة رغم الظروف القاسي جدا ولكن هم يفزلوا قسارة جهدهم للأقل يقيفهم إنسان هذه الولاية جانب جانب تاني الوضع الإنساني أنا زي ما ذكرت عني فأنا خطيته في جملة بتاعط الحاجات ولكن في تفسير أنا بس ما من وقت إلى آخر هناك حصل مشاكل قبلية في هذه الولاية قطعا هنا منذ زمن طويل جدا هنا كنا بنحدد المسائل للغاية تحدث هي أساسا ما مشاكل قبلية ولكن أننا بؤد سياسة إحنا خلينا نتفك إذا الناس بيشتكروا صراع بين المكونات الاجتماعية ولكن اليوم إحنا بنمتلك في هذه الولاية حوالي 43 مكون اجتماعي ما في مكون اجتماعي في هذه الولاية إلا الضرر يا قتل أفراد أسرته يا نهبت يا دمرت لذلك هذه الولاية المشاكل التي كانت تحدث ولا ذال هنا أكتناها أكثر من مرة لهذه المثاقل لأنها بؤد سياسي طيب هذه المشاكل منذ 23 ليه يومنا هذا اليوم يوم أربع تباكات لا ذال موجودة متقطعة من مكان لآخر ونحب موجود من منطقة لآخر وفي نفس الوقت مؤزم الأطراف الأحياء محسورة من قبل الكم هائل من الميليشيات جاءت من ولايات مختلفة وحتى هنا بنسبة على ذلك الناس عطوا من خارج الحدود السودان لهذا الوضع مستمر بهذه الطريقة طيب هنا من هنا بنناشد أولوها هكومة المركزية هكومة القرطوم هذه الولاية ولاية مهمة جدا لدولة سودانية ولاية استراتيجية ولاية عنده بوضي استراتيجي لدولة السودان سياسيا والاقتصاديا لذلك منذ ما وصلنا في هذه الولاية كنا بنناشد الحكومة المركزية اهتمام بهذه الولاية ولا ذا لأنه بنناشد الحكومة المركزية نعم هناك في ظروف موجودة من من ولاية لأخرى ولكن ولاية قرب درفور بتواجه ظروف صعبة جدا وفي نفس الوقت برضو محتاج اهتمام خاص أنا شايف الوضع الموجود في القرطوم هكومة القرطوم كلها وضع أولوية بتوفيه القرطوم ولكن جنينا في الأولوية بتاعة الدولة السودانية ما أقل من القرطوم لذلك أنا أناشد حكومة حكومة السودان أن يقف مع متضرري ولاية قرب درفور لأنه جنينا اليوم ولاية منكوبة بمعنى الكلمة وضع إنساني ما حصل في هذه الولاية مثلي اليوم لذلك أنا برضو أناشد أبناء ولاية قرب درفور داخل وخارج الولاية وأناشد أيضا أبناء ولاية قرب درفور في المهجر أن يقف وقفة وحدة لمساعدة هذه الولاية ومساعدة متضررية هذه الولاية في نفس الوقت برضو أناشد شعب السوداني داخل السودان وخارج السودان هذه الولاية كما تعلمون كثيرا آنت كثيرا جدا منذ 2019 ليومنا هذا بدفع تمنغالي جدا من أجل دولة سودان ما فقط لولاية قرب درفور إذا هكذا يجب أن مجتمع السوداني داخل والخارج يجب أن يقف مع مجتمع بتاولاية قرب درفور دي رسالة مهمة جدا أيضا لمجتمع الإقليمي مجتمع الإقليمي يجب أن يعرف ولاية قرب درفور يدفع تمنغالي جدا برضو هي بوابة بوابة للاستقرار لمجتمع تحديدا مجتمع القرب أفريقيا وفي نفس الوقت برضو يبقى مصدر قلق جدا لمجتمع القرب أفريقيا إذا هكذا مجتمع القرب أفريقيا تحديدا وما بعده يجب أن يقف مع إنسان هذه الولاية وقفة حقيقية فيما يحتاجه لأنه اليوم إحنا بنشوف دولة تشادية حرك كم حائل من الإمكانيات على أساس هذه السراء ما يتنقل دولة تشاد إذا هكذا يجب أنه برضو يهتم بإنسان هذه الولاية المناشدة الثانية المناشدة أنا مناشدة مجتمع الدولي مجتمع الدولي يجب أنه يعرف ما يحصل في ولاية قربطرفور هي التفسير ما يقف فقط هناك في مشاكل قبلية ولكن في بؤد سياسي كبير جدا ومخطط كبير جدا يستهدف إنسان هذه الولاية لذلك الوضع استمر منذ 2019 ليومنا هذا لذلك أنت بتجد استهداف ممنهج واستهداف كبير لذلك تدخل المجتمع الدولي في هذه القضايا قضايا بتولاية قربطرفور تدخل عاجل بسورة كبيرة مهمة جدا اليوم إنسان هذه الولاية مفترش في العراء في شوارع ما في إيواء ما في ماء أكل ما في مشرب وفي نفس الوقت مجتمع الدولي سامت يجب أن لا يصمت في التحدي الكبير الموجود في هذه الولاية يجب أن يتحرك تحرك عاجل وذلك إنساني الناس محتاجين معه سواء كان ماء أكل أو مشرب أو الإيواء وحتى إلاج لذلك مجتمع الدولي يجب أن يتحمل المسؤوليته ومسؤولية كاملة تجاه هذا الشعب أنا كثيرا ولا هذا ليعاني أنا أرجع مرة ثانية أرسل رسالة لمجتمع ولاية قربية درفور أهلنا في ولاية قربية درفور أنا كوالي لكل الناس في هذه الولاية أنا واضي للولاية قد نظر أن أنا أنتمي لمجتمع مكون واجتمائي معين ولكن هذا لا يعني أنا ليس والي لكل الناس وفي نفس الوقت لا يعني أنا أتكلم كل الحقائق الحصل في هذه الولاية من هذا المنطلق أنا أناشد مجتمع المحلي لولاية قربية درفور إدارات أهلية مجتمع الشباب مرعاة إدارات مجتمع هذه الولاية أن يتحملوا مسؤولية أيضا يتحملوا مسؤولية معاً مع الحكومة لسياقة هذه الولاية بطريقة أفضل حتى نجعل هذه الولاية مستقرة آمنة هذا لا يعني هنا لا نتحمل مسؤولية لمحاصبة كل الذين ارتقبوا جرائم ولازالهم يرتقبون هنا لما نقول ارتقبوا جرائم ولازالهم يرتقبون هنا بنعرف تم تغطيته كيف وتم تنفيذه كيف تم تغطيته بصورة إناية وصورة كبيرة جدا حصل فيه دراسة كبيرة جدا لذلك تم تنفيذه لذلك هنا في البداية بناشد المجتمع كل المجتمع هذه الولاية أن يتحمل المسؤولية كاملة في تجاه قضايا هذه الولاية لكي هذه الولاية يستقر أمن والأمان أنا أشكر لكم كثير جدا لهذه الاستدافة وإن شاء الله هذه الرسالة تصل لمجتمع المهلي ومجتمع الإقليمي بما في ذلك المجتمع الدولي حتى يتحرك لمعالجة الكثير من التضائيات الآن هنا بنشوف أمامنا إن شاء الله شكرا جزيلا بارك الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا